بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا حلقتنا خلاص بقت من كل اسبوع احنا بنتكلم يوم الحد بنتكلم عن التوافق والسعادة بنتكلم ازاي شركاء الحياة ومعنى شركاء الحياة عندنا يعني اصحاب المولود اللي هو اسمه الاسرة واللي اسمه الجواز ازاي يقدروا ينتقلوا من التوافق الى السعادة بس اكتر حاجة بتغلب علينا واحنا بنبصل ده ان فيه تهديدات كتيرة للزواج بتخلي النسب الطرق مرتفعة وما نقدرش نغفل عنها ونتكلم عن حاجات تانية مش بتمس واقع الناس وعشان كده بنختار حاجات ممكن تقرق الزوجين وتمنعهم من التوافق والزواجي اللي استلح العلماء لتسميتها منبئات الطلاق ونتكلم عنها ونتكلم عنها بدقة وبتفصيل عشان نحاول نتخلص منها لو في اوقات كتيرة سألت الناس اللي بينهم خلاف زواجي ايه اكتر حاجة ممكن توجعك وتخليك حاسس ان الحياة مش هتقدر تكملها هيقولك الانانية الزواجية ان شريك حياتي يغلب عليه سلوك الانانية فيتمحور حول ذاته يبقى الجواز موجود عشان انا ابقى سعيد بغض النظر الاخرين اللي وامين الاخرين الزوجة او الاولاد انا اهم حاجة ابقى سعيد ما تصدعوش دماغي وتتعبوني وبيعيش انه محور الاهتمام وان رغباته احتياجاته ومصلحته رقم واحد مش بقول انه هو رقم واحد بمعنى ان فيه رقم اتنين هو رقم واحد وكل مصالح الاخرين عشان يحصلوا عليها لازم تمروا من رقم واحد ده فكل شيء ما بيوصلوش لده ينفعل ويغضب بسرعة وبشدة اذا هو ما حصلش من شريك حياته احتياجاته وعشان كده سهل علي انه هو ما يقبلش الاراء الاخرى ويصخر منها ويقلل منها واوقات كتيرة ما يشعرش اصلا بوجود شريك حياته ولا باحتياجاته وهو بيكون قليل المشاركة في البيت مع اسرته كل دي مظاهر الانانية الزواجية الانانية الزواجية مفهوم سلبي في غاية السلبية ما نخلطوش بالمفاهيم الايجابية بقى في ناس كتيرة تخلط مفهوم الانانية دي بالمفهوم الايه بالمفاهيم الايجابية عارف ليه لان النفس الامر بالسوق زي مر الله سبحانه وتعالى قال وما ابرق نفسي ايه ده؟ هي النفس ممكن تعمل على ان هي توهمك وتبررلك اخطائك نعم فتبررلك اخطائك ازاي؟ ان تخلط مفهوم الانانية الزواجية بمفهوم اخرى زي مفهوم ايه؟ الثقة بالنفس انا بدعم ثقة بنفسي انتو بس مش قادرين تفهموا ان انا لما بغزي احتياجاتي ازاي ببقى انسان واثق بنفسي الثقة بالنفس مش هي الانانية بالمناسبة مفهوم اني بحب الحياة ده مش انانية مفهوم اني بحب اكون في مرتبة احسن واتطور ده مش انانية تجد دفع قوله صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل حاجز بيننا وبين المفهوم الاكثر تمويلا لمفهوم الانانية الزواجية اللي هو مفهوم الكبر والغرور اللي بيخلي الانسان حاسس انه هو مقدم على الاخرين فمصلحته مقدمة على الاخرين لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول ان الشخص اذا كان في قلبه مثقالة حبة من كبر لن يدخل الجنة فيقول الرجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه نظيف ونعلى ونظيف قال لا ان الله جميل ان يحب الجمال ويتكلم في حديث اخرى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على ان الكبر بطر الحق وغمط الناس يبقى اذا الشخص ده معاييره هي اللي تمشي على كل الناس وعشان كده ناخد بالنا ان التضحية مبارضو بعض الاحيين هو منحط الانانية في مقابلة التضحية لا الانانية مش في مقابلة ان انا ضحي بنفسي فالانسان المضحي ده عامل نفسه مظلوم وبيكون مسروع المظلومية وعايش في دور الضحية فما فيش حاجة اسمها اما ان اكون انانيا او اكون مضحيا فمفهوم ان الواحد يضحي بنفسه ده فيصبح كالاضحية يصبح ضحية فيدبح نفسه من اجل الاخرين ده احد المبررات الانانية وعشان كده ما نخلطش من مفهوم التضحية بمفهوم الايثار لا مفهوم الايثار مفهوم تاني ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة لا ده مفهوم تاني مفهوم الايثار واحد محب للحياة وللعطاء وحاسس ان العطاء بيرقيه الى الله ويترقى في درجات الانسانية والعطاء بيخليه انسان فعال لكن التضحية بتعود عليه بالالام والاوجاع والاثار السلبية على شخصيته وعشان كده بنسمع كتير في اوقات الجلسات الارشاد الزواجي عبارة انا بضحي وهو مقابل السلوك الاناني يبقى التضحية بكل حاجة هنا لازم نقول الكلام ده من الصحيح ليه؟ لان لو خلينا مقابل السلوك الاناني التضحية ايه اللي حاصل؟ ده هيغزي الانانية والانانية هتغزي مفهوم التضحية لا احنا عندنا حاجة اسمها الاتزان ان الانسان لما يعطي يعطي بغير ان يهلك نفسه يعني يعمل ايه؟ يؤثر اه هو به خصاصة لكن ما يهلكش نفسه وعشان كده لما اعطي في البيت لازم العطاء يكون تحت قيمة ما يبقاش العطاء فقط من اجل العطاء لا العطاء لازم يكون تحت عنوان وتحت قيمة احنا بنعمل كده عشان احنا بنحبك احنا بنعمل كده عشان باعتبارك بابا ان احنا محتاجين وجوده في حياتنا لانك انت الابوة دي قيمة ما نقدرش نعيش من غيرها فاقدر اركب كل المسئوليات على معاني رقية فتبقى حياتنا مليانة بالمعاني والاخلاق الرقي فانا بنصح اي حد عايز يعمل اهتمام او يعمل جزء من التدليل لشريك حياته يحطه تحت عنوان راقي انا بدللك عشان حقيقي مقدرك وحاسس باهميتك في حياتي فاحنا لازم نعمل كده حقيقي احنا عارفين ان انت في حياتنا السند والحامي فاحنا لازم نقول كده بس بيبقى سؤال بقى سؤال محير طب نعمل ايه مع الشريك الحياة اللي بيغلب عليه الصفات الانانية اول حاجة وبقول الكلام ده في كل مكان اي حد بيتعامل مع شخص اناني اول خطوة ايقاف الابتزاز لازم يوقف الابتزاز لان الشخص الاناني لو وصل وكان حالته عنده خصائص الشخصية النرجسية او عنده حالة من حالات البرانوية بيكون شاعر بان هو من حقه ان الناس تدور حوله وبيبقى حريف وشاطر في الابتزاز حريف ان يخلي الانسان يحس ان هو وظيفته في الحياة ان هو يحافظ على سعادة الشخص الاناني ده فيقول له هو انت مش بتحبني يقول له اه يقول له خلاص لازم تعمل بمقتضى حبك ده لا لازم بقول للشخص ده لازم نوقف الابتزاز لان الاستمرار في الابتزاز يهلك الانسان ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة اوي ان الاثار بيكون نابع من الانسان نفسه لكن الابتزاز بيكون الانسان بيعمله تحت ضغط الحد قادر ياخد الاشياء بسيف الحياء ولذلك حضرة النبي علمنا ان ما اخذ بسيف الحياء ايه اللي حاصل فهو لا يبارك فيه ليه لا يبارك فيه لانه انتزع انتزاعا من الشخص وعشان كده اوقفوا الابتزاز من الاشخاص الانانيين ما تستجبوش لابتزازه حالة تانية بلاش نسيب في حياتنا مساحات فراغ ولازم يكون في حياتنا برنامج برنامج دقيق لان الشخص الاناني اوقات بيكون مصاص لدماء الوقت يشغلك بحاجات كتيرة فتحس ان هو اهلك حياتك اخذ كل وقت فراغ عشان انت تعيش له هو مش تعيش الحقيقة هو الكلام ده مش مش هيبقى صعب او ما بين شركاء الحياة ابدا احنا هنعمله في اطار من الادب واطار من الوعي واطار من عدم الصدام احنا بنساعد الشخص الاناني انه يتخلص من ده ان هو لما يجي يلاقيني انا بدرس دراسات عليا او يجي يلاقيني انا والله منشغل ان انا بخدمة الاولاد انا منشغل بان انا بذاكر مع الاولاد انا منشغل فمش هيلاقي وقت ممكن يبتزيني به امر التالت بقى والمهم وده من اهم الخطوات في علاج الشخص الاناني ان احنا نمدح الشخص اللي بتغلب عليه الصفات الانانية بحاجات حقيقة هو بيعملها باهمية هو بيعملها بصفات حصنة فيه لان احنا اكتشفنا و احنا بنحلل فكرة الانانية ان الانانية نبع من المخاوف وساعات الانانية مش بنقول كده تبريلا للانانية ساعات الانانية بيبقى سلوك دفاعي من الانسان ان انا الناس مش هتحبني والناس مش هتهتم بي فانا اهتم بنفسي بدل ما حدش هيتم بي فلما يلاقي الشخص الاناني حد بيقدره ايه اللي حاصل يحس بكده بتغير فكرين حديث رسول الله سلم لما مر حد تصدق فالصدقة وقعت فياتي غني فقال لربما هذه الصدقة تجعله ماذا؟ تجعله يدفع الى دفع الزكاة ويترك شحة نفسي اه يبقى احنا كده ممكن نساعد الانسان على التخلص انه ان احنا نساعده على انه يخرج احسن ما فيه ونحاول نشغل احسن ما فيه دي في حياتنا ونحسسه ببطلته وانه يحس انه بطل عشان الحاجات الجميلة اللي هو بيعملها دي بس قبلها نكون متقبلينه وبكده نستطيع ان احنا نعالجه من الانانية بتاعته وكمان الاجراء الرابع اللي اللطيف اللي احنا ممكن نعمله لازم يتحمل الشريك مسئولياته معلش بلاش فكرة ان الواحد اللي مشالسه مسئولية اشله مسئوليته ليه لان انا لما باشله مسئوليته ايه اللي بيحصل بيتعود على ان الحقوق المكتسبة دي ما بقيتش حقوق مكتسبة بقيت فرض على الشخص الاخر فعشان ترجع المفهوم تاني وتصحح المفهوم تاني مش هيحصل فانا شايف انه لازم الناس تعمل ايه توقف الناس عند مسئوليتها طيب ونقول له كده دي مسئوليتك انت مش قادر تعملها كلها دلوقتي عن جدول المسئولية دي ونمشي فيها شيئا فشيئا بس دي مسئوليتك وانت لازم تعملها وما نخافش ساعتها ان الاجراء اللي احنا بنعمله دوت ممكن يكون ليه اثر صلبي بس ده بيبقى ليه اثر ايجابي على الشخص وساعات كتير الناس لما تتعافى من تتعافى من الانانية بيجوا يشكرون ان احنا عملنا ده ولازم نتمسك بهذا الامر اخر اجراء عندنا ممكن نعمله الاجراء مع الشخص الاناني ان احنا طول الوقت نقول له ان احنا بنفس المبين حكتين بنفس المبينك انت وما بين الانانية احنا بنحبك وانت شخص طيب وفيك صفات حسنة بس احنا مش ممكن نتقبل الانانية وخلي بالك احنا فصلين ما بين شخصيتك وما بين الانانية ارجوك احنا بنشع نحس باجمل حاجات فيك غير ما تشيل الغشاوة اللي على قلبك تشيل الغشاوة اللي على عينيك تشيل كمان الحجاب اللي بيننا وبينك اللي هو الانانية يعني تشيل نفسك وتشوف نفسك في وسطنا مش تشوف نفسك لوحدك لما تشوف نفسك في وسطنا هتلاقي ساعدتك اتضعفت واتضربت في عددنا لان ساعتها احنا هنسترد اغلى ما فينا هنسترد حبيبنا وهنسترد الشخص اللي بيه بيكون امانا سواء الكلام ده كان للزوج او كان للزوجة يا رب سعدنا وعننا على انفسنا ان ما يصريش الينا هذا الوباء وباقي الانانية اللي واجع قلوب كتير من الزوجات والازواج يا رب عنا على ان احنا ننزع هذه الاشواك المؤلمة اللي بتأذي كل اللي حوالينا واجعلنا يا رب ممن جبرت خطرهم بان جعلتهم لهم مدد من عندك يعينهم على انفسهم بجمالك ومددك يا كريم بعد الفاصل نلتقي باسئلتكم المباركة حتى نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم وتفضل جسر من نور يوصلنا بيكم وببركتكم وان شاء الله يفضل على طول مجالس النور تفتح لنا باب على حضرة مولانا سبحانه وتعالى وتعالوا ناخد اول سؤال من السيدة ومشروق من القاهرة وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه دكتور نعم وفضل الحمد لله عميس يا دكتور يعني انا قعبانة جدا ونفسي تسمعني بجد طيب انا اسمعك بمقدار ما يتيحه الهوى اتفضلي الوقت يا دكتور جوزي اكتشفت ان هو بتكلم واحدة على المسينجر طيب شفت التليفون ولقيت بقول كلام طبعا انت شفت دايما طبعا انت شفت التليفون صدفة اه لا اتفجأت اه سبحان الله وبعدين بقالي عشر سنين يعني مش متوقعة منه كده طيب فبعدين يا دكتور قعدت ايه سكت عن موضوع اسبوع كده طيب وبعدين بكلمه واقول له يعني ايه اللي حصل بيني وبينك ان انت اتغيرتي كده مش بتكلمني ليه فجاوبك قالك قال لي امشي من وشي عشان مش اقوم اضرابك فانت اقولت له بقى قلت اتفجيبا مشي لا امشيت يا دكتور طيب وبعدين وبعدين ايه استنزلت قعد اسبوع كده بدأ يروح ياكل عند والدته كده بينها اسبوعين اه ويسيب البيت ويروح الشغل طولة النهار والليل ايه له عربية بيشتغل عليها طيب قوليني بقى قوليني فين السؤال وبعدين يا دكتور رجعت وكلمتي خاله عشان يتدخل في الموضوع لانه مش بيك يا الله بالأنا ويشيف ما شاء الله يعني احنا دلوقتي انت كلمت امه ولا لسه ما كلمتش امه والدته قالت لي انا مليش دعوة بيكم ما شاء الله يعني انت كلمت امه قبل ما هو يعرف هو معرفش يا دكتور الله هو اكبر يعني انت كلمت امه وبعدين كلمت خاله وهو لغاية دلوقتي ما يعرفش لا هو عرف منهم قالوا انت بتعمل أنت بتعمل ليه فيها كده الأعمل اللي أنا عايزه أبكا مشروق هو مين اللي أعراب لك أمه ولا هو ما هو يا دكتور مش بسمعني خلص استاني بس هو مين اللي أعراب لك أمه ولا هو هو طبعا هو ولا خاله هو يبقى أنت عملت إيه ببساطة خالص أنا عارف أن أنت موجوعة وعارف أن أنت أنا بحللك مسألتك عشان مسائل ما تتفاقمش ما الوقت هو بأنك إسماعيل بس اللي أنت عملتيه ده عنده هو أن أنت صغرتيه أكيد نقول كده قال لي كده فعلا بالله العظيم طبيعي الرجالة بتفكر كده واحد دلوقتي عنده مشكلة فأنت روحتي بمفهومه هو فضحتيه بين أهله طبعا يا دكتور اتكلمتي معادة رب بص يا بنتي بص يا بنتي أصل فيه مليون طريقة تقولي له أن أنت فيه حاجة عندك عايزة تتكلم فيها يعني إذا كان هو ما بتحورش معاك فأنت تروحي تفضحيه بينه وبين أهله بينه وبين أهله هتعملها هيجي يعمل إيه هيجي يضرابك أنا آسف يعني وده 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 كله سيناريو غلط في غلط ولا عايزه بالله ما الوقت اطردني يا دكتور واخد عيالي عيالي مع والدتهم عارفة ليه عارفة ليه هو دلوقتي مش هو اللي بيكلمني عشان بس ما حدش يجي من السادة المشاهدين يقوله أنت جاي على المظلوم وسائب الظالم أقول لك حاجة يا بنتي بعدين هو الوقت يرجعني خلص يا دكتور قال لي مش عايزة أنا مرتاح مع البنت اللي بتكلم معيها هي مريحانة الكلام معيها ده اسمه الاستبياع ما هو ده اللي أنا بقول ما تحطوش شرك الحياة على حفة الهاوية وبعدين تقوله هو سقط ليه أنا بقول لحضرتك ما احنا ما عندناش في المشكلات الأسرية مشكلة سببها طرف واحد لازم يكون سببها الطرفين فالحل عندي أن انتوا الاتنين تيجوا عشان نتكلم فيه لأن ده من المواطن اللي لابد يتدخل فيها خبير انت بتقوليلي دلوقتي ازاي اقف النزيف ده لازم ببساطة خالص احنا نقول ببساطة خالص أن فيه مشكلة بيننا ومشكلة دي احنا سببنا احنا الاتنين أنا سببها أننا لما بصيت في تليفونك بالصدفة ماشي عن سميها بصيت في التليفون بالصدفة الأمر التاني أن انت عملت حاجة حرام وجريمة أن انت كلمت حد لغاية دلوقتي ما عرفش مستوى الكلام كان ايه لأن احنا عندنا خمس مستويات فيما يتعلق بالخيانة الالكترونية فاحنا عندنا خمس مستويات هو ممكن يكون ساعتها خان الأدب والأخلاق معاك يعني هو ما اقتربش من القضية الجنسية ما اقتربش من أنه حصل لقاء مباشر لكن تكلمه مع بعض تكلمه مع بعض كان كلام عشان هو عايز احتواء لا ده كان كلام ابتدى يدخل في المنطقة الجنسية لا ده كان فيه مشاهدات وفيه تبادئ آه ده درجات لأن كل درجة فيها علاج أنت بتسأليني أعمل ايه لازم يتدخل وسيط لازم يتدخل وسيط حكيم يقول للشخص ده أن أنتو الاتنين ما كنتوش في حالة نضوغ هي ما كانتش في حالة نضوغ لما هي بصت في تليفونك أنا أكرر بصت في تليفونك صدفة وما كانتش في حالة نضوغ أن هي راح تكلمت أهلك وخليتك رهابتك زي سمسمة وخليت صورتك سيئة لأن الشرع بيقول أن ده من أسرار البيوت اللي بيكون بينكم ومن سطرة مسلما سطرها الله يوم القيامة يبقى إذن إحنا في البيت عندنا أسرار وسطر لأن أنا لغاية دلوقتي ما عرفش هو عمل كده ليه هل أنا ببرر ده لا ما ببررش ده لأن أنا حتى الآن ما عرفش مضمون الشات كان شكله إيه يبقى أول حاجة اسمها جلسة المصارحة كنت لازم تعودوا جلسة المصارحة متأخرة طبعا متأخرة وعيروح حد يقول له أنت يا سيدي عملت حرام أنت مأمور بأن تحفظ فرجك وأن تحفظ عينك ومأمور كمان أن أنت تحفظ خاطر الزوجة اللي أنت متجوزة فأنت كده بتضيع من تعول فأنت عملت جريمة قد تصل إلى الكبيرة طب والحل إيه وإيه بقى تعالوا بقى نقعد ونعيد الكلام حول الضوابط اللي ممكن تحكم حياتنا الزوجية بيدفع إيه بيدفع أن احنا الاتنين بنحب بعض وما عملناش الأشياء دي غير وإحنا بنحب بعض طب وإزاي هو راح خان وإحنا نقعد دلوقتي لازم نعرف الدوافع وخاصة أنه لما بيقولك التعبير ده أنت ممكن تفهميه أنه بيقولك أنه أحسن له لأنه بتسمعه قد يكون عدم السماع منكم أنتو الاتنين فلذلك احنا محتاجين وسيط يتوسط عشان تلتق انتو الاتنين وبعدين لما تلتق انتو الاتنين محتاجين خبير عشان العملية تتعامل بحرفية شديدة وبصنعة عشان نخرج مما نحن فيه بحاجتين هندخل وسيط من حكماء الأسرة يجمع ما بين الرؤيتين عشان يبقى انتو الاتنين عايزين ترجعوا لبعض لأن فيه واحد خلاص واحد وصل إلى حد الاستبياع فلازم الحكيم ده يخليكم يقولكم روحوا للخبير بقى وتجن على مركز الإشادي الزواجي في در الإفتاء المصري معانا أم عبد الرحمن من إسماعيلية أهلا سمع عليكم تفضلي يا أم عبد الرحمن بعد ذلك هكت أتسأل حاتك في المواريس لو سمحت تفضلي دلوقتي أنا ممت تغفت من حوالي 20 سنة وسبت الشقة طبعا من فروشة بأجهزة وكده وأنا عاش فيها بقى لي حوالي 20 سنة واسأل در الإفتاء عن الحكم الأجهزة الكهربية قالوا لي أنها طبع الورث فأنا لازم أخبر بلي منها يعني ما بيعاش أو فرص شيئا أو كده فدلوقتي أنا كنت أتقل حاتك عن طب الحاجات المهم جايبها لي زي الدهب زي الهدوم أو كده مهم تجايبها لي من زمان الهدوم يسغلت علي أنا بصرح في حاجات شه حتها هل الحاجات دي بلدو أدخلش في الورث؟ لا مش هتدخل في الورث الحاجات اللي مامتك جابتها لك ودتها لك هدية دي مش هتدخل في الورث مهما بلغت يعني هي جابتلك ساعة أو دهب جابتلك عشان بساور على ساعتي أنا بقولك بس ده مثال بس جابتلك دهب جابتلك أساور جابتلك سلاسل جابتلك خواتب ودتها لك وانت استلمتيها وخلاص ولبستيها بقت بتاعتك خلاص بقت دخلت في ملكك دي اسمها إيه؟ هبة هل يجوز للإنسان أن يهب أولاده ما يشاء وأن يهدي لهم ما يشاء؟ طبعاً فالفلوس دي مش ورث ده تصرف في حال الحياة والأموال دي أموالك ومحدش يطلب منك أن أنت توزعيها دي أموال تصرفت فيها والدتك في حال الحياة وهي ما كانش محجور عليها وتصرفها ده التصرف صحيح ويبقى دوة لنتي ظلمتهم ولا ليهم حق أنهم يطلبوا بأي شيء منه معانا مين؟ أستاذ أحمد يتفضل؟ أستاذ أحمد بحيرة؟ أليبي أستاذ أحمد ماليبي يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احترامي وتقدير لحضراتكم وزادكم الله من الفايدة علمي حضراتكم وفريق العمل أمين يا رب العالمين أرق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد لحضراتكم وفريق العمل الفاضل يا رب إن شاء الله مع حضراتكم أحمد عروج من غرب شبرى الخيمة اتفضل إفن ابني يعيش معي في حياة واحدة معيشة واحدة في نفس المسكن طيب بأسرته زوجته أولاده نعم هو يعمل وله دخل شهري ويأتي به الدخل الشهري ويعطيه لي شهريا حتى أقوم بسداد النفقات من مأكل ومشرب جميع احتياجات الحياة لأسرته وأسرته طيب أنتوا عايشين في بيت عيلة حضرتك هي شقة فعايشين كلكم في الشقة دي هو وأسرته وأنت وأنا وأخته وولدته طيب بين السؤال يا أستاذ زح هل حضرتك يجب علي أو فرض علي أن أدفع زكاة المال أو زكاة الفطر له ولأسرته لا أنت مش واجب عليك النفق عليه أولا خلاص وأستقلب حياته فواجب أن تدفع لي ولا تدفع عنه لو تدفع لي لا احنا ما ندفعش الزكاة لا للأصول ولا للفروع يعني لا ندفعها للأولاد ولا للأحفاد إذا كان من مصر الفقراء والمساكين ولا ندفعها للأب للأب والجد يعني مش هندد الزكاة ليهم طيب هل بقى أنا ممكن أنا يجب علي أن أنا أدفع الزكاة عنهم لا ليه لأن أنا مش يجب علينا نفقتهم ولا أنا بنفق عليهم بالعكس ده هم بيساعدوني في النفق يبقى ابنك يجب عليه أنه يدفع زكاة أولاده اللي بيصرف عليه وينفق عليهم وزوجته وكذلك هو عليه أنه يخرج زكاة المال على ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لكن ما يجبش عليك أن أنت تدفع عنه زكاة سواء كانت زكاة فطر أو زكاة مال نعم أستاذة مريم من اسكندرية تتفضل أهلا وسهلا عليكم سهلا كاتو تفضلي سلام عليكم بذيك يا شيء عليكم سلام أحدكاتو كل سنة حضرتك بخير وحضرتك طيبة وبسلام وبعافية أنا عايز أخذ رأي حضرتك في حاجة أنا عندي 38 سنة وجوزي أكبر مني بكتير يعني هو كل شيء نصيب يعني عنده 81 سنة فأنا خلفت منه يعني أولاد بس حياتي يعني معاه يعني هو مقتدر وكده بس في حكاية المصروف مثلا أنا أقول له محتاج مصروف يقول لي تعملي بي إيه أقول له يبقى معي في شنطتي أخرج أروح عند أهلي كده يعني عنده حكاية البخل يعني طيب فأنا أطلب حاجة يقول لي لا أفتني صبري شوية لا أمعرفش لا مصريفك كثيرة لا أمعرفش إيه وثاعت باب أعينة يعني دكتور أو حاجة أو دواء مفهوم فين السؤال بقى أستاذ ماريم أستاذ ماريم خطت أطع طيب أستاذ ماريم ممكن تتكلمينها مرة تانية وإذا كان الكلام أعمل إيه في الحالة بتاعتنا دي خضي ما يكفيكي ولدك بالمعروف إزاي بقى المعروف إن إحنا البيئة اللي إحنا عايشين فيها ومستوانا الاجتماعي دا واحتياجاتنا بناخد بهذه المعايير وناخد ما يكفيكي وأولادك بالمعروف يعني مش هناخد فوق زيادة عنده ناخد ما يكفينا وأولادنا بالمعروف نعم أستاذ أحمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذ أحمد أعلن بيكي شيخ الفعجالة كده هؤلت الموضوع فضل بالوقت أنا والدي الله يرحمه كان يعني شغال برة فأنا كنت متحمل الأسرة كلها طيب يعني متحمل مسؤولياتها الاجتماعية كله آه وهو بيديني مرتبه إن أنا أصرف عشان هو طبعا في الخليج فما ينفعش هم يدير طيب وكنت بابني وجواز أخواتي والدتك موجودة ولا والدتك موجودة آه موجودين فدلوقتي إحنا دلوقتي والدي توفى رحمه الله رحمه الله فقبل ما يتوفى كان بـ 11 سنة كان ساب الشغل فأنا كنت برضو من شغلي كنت بنفس الموضوع ما حسستش حد إن فيش فلوس وكنت متحمل الأسرة بالكامل طيب وكملت البنى بتاع اللي كان واقفه كده بعد كده بعد وفاته دلوقتي أخواتي يقولولي إحنا لدينا مراس في كل اللي موجود فهل مليهم مراس ولا في الموضوع اللي أنا بنيتهم بتاعي أنا هي الأرض بتاعي تولدي تمام أنت لما بنيت المباني دي كنت بني بتبني المباني دي لولدك ولا بتبني المباني دي لك أنت لا وهي بإسمي أنا يعني هي لكل الأوراق الرسمية بإسمي أنا يعني أنا بإسمك أنت ولا أنت عندك توكيل عشان تديري المسألة دي ولا هي بإسمك أنت بإسمك أنت أنا كنت بشتري أنا اللي اشتريه بس ياللي بما يرضي الأرض شاريتها بفلس والدي وبنيت الدور الأرضي بفلس والدي وكله شاهد على كده يعني تمام طيب بس فبعد كده كملنا وبعد كده كملت أنا طبعا وخلصنا تمام طيب بس وفي عمارة إحنا سكنين فيها أنا وأخواتي دي جاوزنا في حياة والدي فيها في كل شقة ببيت عيلة يعني تمام واجاوزنا فيها هل لي وفي الشؤة واحدة واحدة بقى يا أستاذ أحمد واحدة واحدة خلينا دلوقتي إحنا عندنا في عمارة أولانية والدك بقى فيها الدور الأرضي وبعدين أنت روح تمكمل البناء والعمارة دي بإسمك صح كده تمام كده وعندنا عمارة تانية ساكن فيها أخواتك كل واحد ساكن في دور صح كده أخوات الولاد أيها العمارة دي لما كانت مبنية اتبانت بفلوسك برضو لا دي فلوس والدي خلاص اللي إحنا فيه العمارة اللي اتبانت بفلوس والدك دي مراس قولا واحدة خلاص حتى لوما لو ساكنين هو دوزنا فيها حتى لو هما ساكنين ووالدك مملكهمش هذه الشؤة فهم كأنهم كانوا عايشين في إيجار ووالدك متنازن عن الإيجار إلا إذا كان والدك كتب لهم عقود بيعوا شيرة ده حصل؟ لا ما حصلش يبقى دات العمارة دي كلها مراس نروح الناحية التانية هما بقى بيكلموك لأن انت بدل قلت له من العمارة دي مراس هما راحين يقولك لا والعمارة التانية تبقى مراس راخل مش كده؟ ايوه انت بتقول ان انت لما بانيت ده ما كانش مقصدك ان انت تتبرع بالفلوس دي لولدك وان والدك مالك الأرض والدور الأول بس وبقيت المباني انت اللي مالكها تمام انت بتقول ان انت دفعت الفلوس من أجل ده ولا لا؟ ايوه تمام ما انت ممكن تكون دفعت الفلوس بقصد اعطاء والدك ما يسعده فانت ايه اللي انت كنت اصدق؟ ايه نيه؟ لا 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 كنت اصدق ان هي هدلوقتي العمارة دي انا مأجرها فالإيجار اللي هيعود بيها منه هيساعدني ان انا شايل مسؤولية البيت اما وانك اسمع يا سيد احمد عشان الشرع بيتشوف الى فضل التنازع اما وانك انت اصلا لما كنت بتعمل الحاجات دي كانت بتكتب باسمك اما وانك انت كنت وانت بتبني كان اصدق ان انت تبني لنفسك مش تبني لأبوك اذا كان الامرين دولا متوفرين فبعد الارض وبعد الدور الاول فما سواه ملكك لانه هو اصلا باسمك ولانك انت كنت بتبني ليك طب اذا اختل واحد من الاثنين دولا لا هندخل بقى في المنازعة والمنازعة دي محتاجة فصل في النزاع واضح؟ تاني بقولك اذا كان اسمعها تفضل ايه انا لكل اللي اصدوا ساعتها اننا طبعا متحمل الوسئولية فانا دلوقتي لا 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 انا كلام واضح انت كنت بتبني ليك ولا لوالدك ايه انا بابني لي عشان يجيني الامر التاني والدك كان ازلك ان انت تبني ليك والدك كان فاهم ان انت بتبني لي لا والدي وقالها لي صراحة دي بتاعتك تمام فانا بس انا ساعتها قلت له لا انا رفض عشان برضو ان انا مش عايد ان اخوات الولاد هو قالك دي بتاعتك وانت رفضت ايه بقى عشان إخوات الولاد بسأل سؤال إذا كنت رفضت إزاي بتقول لي أن أنا بابني ليه ووالدك هو قالك وانت رفض وجزء اللي تحت الأرض آه يعني هو كان بيقول لك ابني والعمرة كلها ليك آه خلاص إنت قلت له لأ على الدور الأرضي والأرضي صح كده يبقى إخواتك مرسهم الدور الأرضي والدور الأول هل فيه تنازع عند القاضي يعني اللي أنت بتسألني عنه ده فيه تنازع عند القاضي بينكم لا 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 حلوقات لا لا إن شاء مش هتوصل لكده خلاص إبقى الدور الأرضي يبقى نعيدك كلام تاني عشان يا سيد أحمد المسألة تكون واضح إذا كانت المسألة كذلك فالدور الأرضي والأرض دي ملك والدك وتدخل في المراس مع العمرة التاني إنما اللي أنت بنيته بقصد أن أنت تبنين نفسك ووالدك كان أزلك إن أنت تستخدم هواء البيت ده في بناء ليك أنت زي ما أنت بتقول أنت بتقول إن والدك أزن لك أن أنت تبني ده وكمان ده مكتوب بإسمك مكتوب بإسمك بعقود رسمية فيكون ده ملكك ولا يتنزع فيه وستاذ محمد من إسكندرية وستاذ محمد من إسماعيلية يعني من منطقة ورأيبة من بعضها وستاذ محمد اتفضل عليكم السعر أنا طبعاً بشتغل وعندي رجل عندي سبعة وخمسين سنة ومعي مبلغ من المال معي مبلغ من المال المبلغ ده كان في حاجة في عقار وأنا العقار أنا باته وشلت المبلغ ده وعندي أولادي أنا طبعاً متكفل بيهم على طول يعني مش مصر معرفة حاجة وبياخدوا كل حاجة يعني شاب عليين الحمد لله رب العلي هل هم يغوز إن هم بقى يعني يجوا يحجروا علي بالنسبة للمبلغ ده اللي معايا ويقولوا المبلغ ده يتقسم علينا دلوقتي وهو كلام ده كله والله الوضع إيه بالزبط عوز بالله على سوق الأخلاق ليه عيعملوا كده أسألك سؤال استنى بس وده سؤال ما ليه مش هيأثر على الفاتوى أوي هو أنت قلت له من أنت هتروح تتجوز بالفلوس دي لا هتعملوا ما تعمل إيه بالفلوس بص حضرتك أنا طبعاً أنا يعني أنا قدامي سنة 23 وطلع معايش قولي يا سيدي قلت له ما تعمل إيه بالفلوس أنا عايز أعمل مشروع بالمبلغ ده وأقلم أولادي وهو كلام ده كله هل من الممكن إنهم دلوقتي يقولوا لإنتباع تبيع وإزاي تبيع وهو كلام ده كله لا 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 مش من حقهم خالص بص يا سيدي الشخص اللي من حق أولاده يتكلموا عنه والشخص اللي عنده سفة واللي حضر عليه القاضي اسمع بس يا حبيب اسمع بس يا أستاذ محمد يبقى هو الشخص اللي عنده سفة ده ما ينفعش أولاده يروحوا جايين حطينه يديهم على فلوسه لازم يرفعه أمره للقاضي لإن لو كل واحد ادعى إن فلان ده سفيه واناخد فلوس وانحجر عليه ما حدش يخلي فلوس حد لإن الأنفس أحضرت الشح فإنه حاصل فكل واحد ممكن يدعي ما الحد وياخده فالحال فالإنه الحال إن ما ينفعش إن حد يحجر على حد إلا بقضاء القاضي إلا بقضاء القاضي عشان هو يقدر الكلام ده الأمر التاني بقى إن أنت حر أن تتسرف في مالك افرد أنت عايز تغير الكرير بتاعك عايز تدخل في عالم التجارة وعايز تدخل في عالم التجارة عشان تأمن نفسك عايز تعمل أي حاجة ده مالك وأنت حر فيه نصحتي ليك إن أنت خطط للي أنت هتعمله ده لكي لا تقع في إضاعة المال بس يبقى أنا نصحت لحضرتك إن عليك بإحسان التخطيط عليك بالإتقان في التخطيط وخاصة إن إن سنك ممكن يكون ما تعملش مع فنون الإدارة بشكل كافي أما إنك أنت لو كنت أحسنت التخطيط فأنت من حقك إن أنت تتسرف في مالك سواء أنت تتسرف في مالك مع حسن تخطيط أو مع غيره أولادك ما لهمش حق في هذا المال هم هيبقوا ورثة إذا حصل انتقال إذا حصل وفاة للمورس اللي هو حضرتك وربنا يديك الصحة والعافية ساعتها بيبقى ليهم حق في هذا المال قبل كده وما لوشوا أي حق في المال ده ولازم نعلم أولادنا بلاش الطريقة دي إن هم يحسسوا أباهم إن هم كيس فلوس وإن هم عبارة عن خزنة إيه اللي حاصل الفلوس اللي عندك دي بتاعتنا ويشيلوا الكلمة اللي كان بتتقال زمان بعد عمر طويل لا مش من حق أحد يتصرف في مال حد ما دام حيا يا رب اكرمنا ورزقنا يا رب دايما إن نفسنا تكون طيبة ونفسنا تكون راضية بما قسم الله لها بغير أن تكون متشوفة لأموال الناس حتى لو كانت أموال الناس دي أموال أقرب الناس إلينا وجعلنا يا رب تخلق قلوبنا من الأنانية وتخلق قلوبنا من الشح ويخلق كمان رؤيتنا من النظر في حق الآخرين يا رب اجعلنا من القوة واجعلنا بمددك نستطيع أن نتجاوز حجاب أنفسنا لنسعد أحبابنا ونسعد بسعادتهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين